وعودة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة ودخلت حيز التنفيذ هذا اليوم انضموا إلينا من المدينة منورة مرة أخرى زميل محمد شيخ محمد مساء الخير وأهلا بك حدثنا عن أبرز الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ هذا اليوم وتحديدا في المدينة نعم أهلا سالم وأهلا وسهلا بسادة المشاهدين من المدينة المنورة من أمام مستشفى أحد نتواجد الآن تحديدا هناك حالة واحدة أصيبت بفيروس كورونا وتأكدت هذه الإصابة وهي لرجل الحديث أكثر عن مدى الحالة الصحية لهذه الحالة ينضم إلينا الدكتور أسامة صغير المدير الطبي بمستشفى أحد دكتور أسامة حياكم الله وبرك الله فيكم كيف تقيمون مدى الحالة الصحية المصابة بفيروس كورونا السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حالة المريض حاليا مستقرة جدا تقدم له كامل الخدمة الطبية اللازمة حسب المعايير الدولية لمكافحة العدوى والأمراض المعدية في قسم العزل بمستشفى أحد والحمد لله حالته حالية مستقرة وأموره طيبة إن شاء الله بإذن الله نعم إذن كيف انتقلت العدوى لهذا الرجل هل كانت بالمخالطة أم ماذا كانت حاليا يغلب أنها تكون بالمخالطة والمريض ظهرت عليه بعض الأعراض من زكام ورشح وكحة وضيق في التنفس واللا الحمد وفعالية نقاط الفرز البصري تم اكتشاف الحالة في أحد المراكز الموسمية في المدينة المنورة ثم تم تحويل الحالة إلى مستشفى أحد قسم العزل وأخذ العينات وظهرت النتائج الإيجابية وتم تأكيدها في المختبر الإقليمي بالمدينة المنورة وبالمختبر الوطني في الرياض إذن ما هو مدى جاهزية القسم العزل الصحي في مستشفى أحد أهبة لمثل هذه الحالات الحمد لله حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفرت جميع الإمكانيات والدعم المطلوب لهذه المستشفيات ونحن على أتم الاستعداد لدينا قسم عزل متكامل ومجهز بكل التجهيزات الضرورية لمثل هذه الحالات ونحن على أهبة الاستعداد إن شاء الله رسالتكم إلى المجتمع المدني خاصة المواطن والمقيم حول عدم التعرض لمثل هذه الحالات والابتعاد أيضا عن أماكن التجمعات وما نحوها نؤكد ما تم ذكره المعالي وزير الصحة دكتور توفيق الربيعة نطلب من الجميع رجاء البقاء في منازلكم لاحتواء انتشار هذا الفيروس وتجنب المخالطة الاجتماعية قدر الإمكان وهذا بإذن واحد أحد إن شاء الله أنه كفيل لاحتواء هذا الفيروس ومنع الانتشار العالي الذي رأيناه في بعض الدول مثل أوروبا والصين شكرا لكم دكتور سامة مبارك الله في جهودكم ونتمنى زوال هذه الغمة شكرا جزيلا إذن زميلي سالم كما شهدنا الآن عن هذه الحالة فاليوم صاحب سمو الملك الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ونائب يشيدان بجهود صحة المدينة خاصة بقسم العزل المكلف لمثل هذه الحالات ومتابعتها ومراجعتها أيضا ثمن سموه دور الممارسين الصحيين واستعدادهم وكافة طواقم الطبية الذي استنفرت جراء هذه الحالات ومتابعتها دوريا هناك عبارة أعلى هذه الشاشة كلنا مسؤول نعم كلنا مسؤول وكلنا راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته بالأمس وانا أتجول بالمدينة المنورة هناك تصرفات فردية هناك قلة من التجمعات نشيد لجميع المواطنين المقيمين هنا في المدينة المنورة وغير المدينة المنورة نرجوكم ابقوا في منازلكم هي فترة قصيرة إما انحسار أو انتشار تواجدنا الآن في هذا المكان جراء هذه الإصابة لا نريد أن تنتقل العدوى لأي شخص كان أو لأي شخص آخر فكل الرجاء أن يبقى الجميع في منازله محمد قبل أن أودعك من جانب آخر ماذا عن تنفيذ الإجراءات التي دخلت حيث تنفيذ أيضا هذا اليوم في مسألة المطارات الرحلات الداخلية الحافلات سيارات الأجراء في المدينة المنورة نعم هناك تجاوب كبير خاصة من السائقين وناقلي المسافرين من وإلى المدينة المنورة حول هذه القرارات الاحترازية الموقف المعروف الخاص في النقل الجماعي بالمدينة المنورة هناك العديد من المركبات الخاصة كان الموقف هذا يكتظ بالعديد من المركبات ذهبت في جولة منذ البارحة وأنا في جولة حول المدينة المنورة لم أجد أي مركبة تودى المسافرة أو أنها تنقل ركاب نعم هناك تجاوب كبير لكن التجمعات التي تحدث خاصة من الشباب في المدينة المنورة لم تزل باقية إلى هذا الوقت هناك تجمعات قليلة وهذه التصرفات الفردية القليلة لربما تؤثر تأثيرا كبيرا حول انتشار حالات أو إصابات من فيروس كورونا نعم زميل محمد الشيخ مرسلنا من المدينة المنورة شكرا جزيلا لك محمد